السورة دي في هولندا وهتلاح زيها في دول كثيرة في أوروبا و أمريكا الفكرة كلها انه هو لما يكون في اي مبنى قديم بيعتبره مبنى أسري وبيحاول يحافظ عليه بحيث انه ما يشواه شكل مدينة بأنه في مباني كثيرة مختلفة التراز أو عمرها تبانت في المكان دوت فهو انت في الشارع بتاعك انت بتعود شوف المباني بالشكل دوت فهو بيعملها ترميم ويعملها سيانة وبوش من حقك لو انت صاحب المبنى نفسه لو انت صاحب المبنى ان انت تتغير الوجهة الخارجية لأي لون انت عايزه لا ده في الحي نفسه مسؤول عن موضوع التلوين بتروح تقول انا عايزة لون كذا 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 فبيعادت لك شركة متخصصة فانها بتحافظة على نفس الشكل وتدفع لانت الفلوس يعني مثلا في لون السودوية فانت عايزش اللون السود دوت فهم هايجوا ينظفوه ويزبطوه كل حاجة وانت تحسبوه بس ما تغيرش شكل مبنى ما تقولش لأ ان انا بحب اللون البنك بحب اللون الموف بحب اللون الفوشية لا هو الالوان اللي الموجودة دي بدي الشكل دوت طيب لو فشل هو البيت خلاص بيقع على الاقل يحافظ على الوجهة الخارجية بحيس ان اللي ماشي يشوف المبنى زي ما تعود شوفه هو صغير لا طبعا بحسن عندنا في بلادنا بس يعني بتراية مختلفة ولو في مبنى اثري اللي هو معمول بالتوب الاني بكل يوم يرش مي قولك ده ما تده تروه عساس ان الحت تده تضعف وتروح وقع على وحدها تمام؟ يقولك قل بتوقع وبتاع ويروح تاني يوم يجيب ناس وامنوا عمارك بيلا وصوبر ماركت وعلى زي كده اللي هو هو بالأسمنت وبالتوب الأحمر والحاجات دي بيروح جاب ممال ويهدوا من جوه يقعدوا يهدوا 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 كل الحوات الداخلية يهدوا في السلالم يهدوا في كل حاجة بحس يبقى نفس الشكل ده الوجهة الخارجية بس وكل ده تكسر وراحتك يروح كسر دي كلها ويروح باني سوبر ماركت جميل كده شيك وكل حاجة للأسف نحن محتاجين نحن نتعلم كيف نحافظ على الصار رغم أن عندنا كلها كبيرة جدا وحضرمة جدا وعالمية في موضوع الحفاظ على الصار بس ليه ملومش المسئولية ما تعرفش أغلب الحياة الأثارية تحولت لمقالب زبالة يعني فيها ما كانت أثارية كتيرة تحولت لمقالب زبالة ولو هي فيها الرمق بيسرقوها وما فيش حد يحافظ عليها وأهل وانتبش يعني مش عارفين يعملوا مقيم مع الناس اللي بتدخل تسيق للأماكن دي فنتمنى يبقى فيه جود قوية للحفاظ على الأثار والحفاظ على البلد إن شاء الله